بين السطور لطائف النفحات تسكي النفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين والعنة الله على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح وأن يتقبل أعمالكم وزياراتكم ببركة الصلاة على محمد وآله إبراهيم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن الكريم في مواطن متعددة وإبراهيم كما في آيات مختلفة كانت له عناية خاصة بذريته ولذلك في أغلب الأماكن التي ذكرت في القرآن الكريم ذكرت قصة إبراهيم كان فيها دعاؤه لذريته في سورة البقرة هذه الآية التي تلوناها الآن وفي سورة إبراهيم وفي مواطن أخرى من القرآن الكريم هذه العناية بذريته طبعا هو بأمر من الله سبحانه وتعالى ولأجل أن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام هم من ذرية إبراهيم وكذلك كثير من الأنبياء الآخرين من بني إسرائيل هؤلاء أيضا من ذرية إبراهيم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام هذه الآية الكريمة التي تلوناها وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن الله سبحانه وتعالى حينما يختار أحدا لتبليغ رسالته يختار شخص كامل من كل الجهات ولذا النبوة اصطفاء من الله سبحانه وتعالى الاصطفاء شنو هو أخذ صفو الشيء يعني بعض الأحيان الماء فيه كدورة هذا لا يقال ماء صاف بعض الأحيان الماء صافي لا يوجد فيه أي شوب وأي كدر هذا يسمى ماء صاف الاصطفاء معناه خلق الشيء بدون أي كدورة فيه ولذلك مقام النبوة مقام لا يمكن لأحد أن يصل إليه لماذا؟ لأنه اصطفاء من الله سبحانه وتعالى هذا الأمر الأول الأمر الثاني الله سبحانه وتعالى يبلو ويختبر هؤلاء الأنبياء لماذا هو الله استفاهم ولكن لتظهر حقيقتهم نحن ليش الآن في المدارس امتحانات توجد حتى يظهر المجد من غير المجد والدارس من غير الدارس الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى أيضا اختبر الأنبياء لماذا؟ لكي يظهر جوهرهم وتظهر حقيقتهم الله سبحانه وتعالى يعلم الله ألا يعلم المؤمن منا من غير المؤمن؟ فلماذا يختبرنا؟ هل يعلم؟ لا وإنما لتظهر حقيقة كل إنسان فأولا الله يصطفيهم الشيء الثاني يختبرهم باختبارات تناسب مقامهم يعني أنت الطالب في الجامعة تختبره بالاختبار الذي تختبر الطالب في الصف الأول الابتدائي؟ لا ليش؟ لأن طالب الجامعة مستوى أرفع وكلما كان المستوى أرفع الاختبار لازم يكون مناسب لذلك المستوى إذا احنا اختبرنا طالب في الصف الأول باختبار جامعة وطبعا يسقط في هذا الاختبار ليش؟ لأن الاختبار أعلى من مستوى حتى إذا هذا الطالب الصف الأول الابتدائي كان أفضل الطلبة وإذا اختبرنا طالب الجامعة بما يختبر به الطالب في الصف الأول الابتدائي حتى الكسول راح ينجح في هذا الامتحان لماذا؟ لأنه مستوى أرفع من ذلك المستوى ولذا أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل لماذا؟ لأن الأنبياء مستواهم راقي جدا فلذا البلاء يعني الاختبار لازم يكون مناسب لمستواهم هو كلمة البلاء بالأصل اللغوي من بلوة البلوة يعني الثوب إذا من كثرة الاستعمال بانى الطرف الثاني بحيث أنه يبين الجسم منه هذا يسمى ثوب بالي لماذا؟ لأنه الطرف الثاني تحت الثوب يرى الامتحان يسمى بلاء لأنه حقيقة الشخص تنكشف فيه لذا اختبار الأنبياء أكبر وأعظم وأصعب من اختبار الناس الآخرين فلذا أشد الناس بلاء يعني اختبارا وامتحانا الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل فكلما كان مستوى الإنسان أرفع امتحانا يكون أكثر ولذا في حديث آخر الله سبحانه وتعالى يمتحن الناس على قدر ما آتاهم من العقول يعني إذا واحد أبلح قليل العقل هذا الإنسان امتحانا يكون أسهل يناسب مستوى لكن الإنسان اللي عقله أكبر يكون امتحانا ما يناسبه فبناء على ذلك الله سبحانه وتعالى أول يصطفيهم يعني يجعلهم في مرتبة راقية جدا يخلقهم هكذا بدون أي كدر أو شوب وبعد ذلك يختبرهم بأصعب أنواع الاختبار اللي يناسب مستوى عقولهم ومستوى مقامهم لتظهر حقيقتهم فلذا الله سبحانه وتعالى اختبر إبراهيم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام بأشد أنواع الاختبارات اختبر بالنار حينما ألقي في النار هذا امتحان صعب واحد الآن من عندنا يردون يلقوا في نار يعلم أنه سيلقى في نار امتحان صعب هذا يضعف كثير من الناس في هذا الاختبار وفي تلك اللحظة في الرواية أن إبراهيم في الهواء كان لأنه رموه بالمنجنيق فقبل أن يصل إلى النار لأن النار عظيمة كانت ما كانوا يتمكنون من الاقتراب إليها فرموه بالمنجنيق فالله سبحانه وتعالى أرسل جبرايل فقال لإبراهيم ألك حاجة قال أما إليك فلا حاجتي إلى الله سبحانه وتعالى فأرسل الله سبحانه وتعالى ثوبا من ثياب الجنة في تلك الحال وبين السماء والأرض فلبسها إبراهيم ووقاه الله سبحانه وتعالى من تلك النار وذلك الثوب وصل إلى يعقوب ثم إلى يوسف قميص يوسف هو هذا الثوب الذي جاء به جبرايل من السماء إلى إبراهيم ثم هذا الثوب وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو من مواريث النبوة الآن عند الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف إذن هذا امتحان امتحان ثاني الهجرة امتحان صعب كان وامتحانات أخرى وأشد أنواع هذه الامتحانات كان امتحان ب ذبح ولده إسماعيل على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام يعني رجل كبير السن فوق التسعين سنة الله سبحانه وتعالى رزق ابن واحد على الكبر ثم يؤمر بأن يذبح هذا الابن امتحان جدا صعب احنا نقوله باللسان سهل لكنه امتحان صعب جدا العم حفظه الله تعالى كان ينقل أنه كان رجل في كربلاء المقدسة يشتغل في صيانة الأسلحة سابقا كل الناس كان عندهم سلاح فهذا شغلة كان صيانة الأسلحة كان نوع من الأسلحة على كل حال الأسلحة القديمة فهذا الشخص كان عنده ابن واحد فقط يوم من الأيام يريد يصلح إحدى هذه الأسلحة فبدون اختيار منه وقع يده على الزناد ورمى طلقة وأصابت قلب ولده ومات هذا الولد الوحيد كان عنده يقول أنه بعد حوالي ثلاثين سنة رأيناه ولا زال في ذلك الحزن السابق القديم قل من ذاك اليوم لحد اليوم لم أشرب لم أتهنأ بماء أصلا ولا شراب ولا أي شيء آخر امتحان صعب جدا نجح في هذا الامتحان بعد أن ظهرت حقيقته كاملة هو نبي مصطفى من قبل الله سبحانه وتعالى ومر بهذه الامتحانات الصعبة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن يعني نجح في هذا الامتحان كاملا بعد ذلك قال إني جاعلك للناس إماما إني جاعلك للناس إماما فهذه الآية تدل على أن الإمام رتبة أعلى رتبة من النبوة ولذلك لذلك بعض الأنبياء كانوا أئمة وبعض الأنبياء لم يكونوا أئمة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا بعض الأنبياء زيان إبراهيم عليه الصلاة والسلام من عظم مرتبة الإمامة رغب في أن تكون هذه الإمامة أيضا في ذريته لأن الإنسان كما يريد الخير لنفسه يحب الخير لذريته الآن إحنا نعرف ناس وكلكم تعرفون ولعل بعضكم منهم يقتر على نفسه وعلى حياة نفسه ليش؟ لأجل أبناء يرسل ابنة للدراسة يقتر على نفسه ويصرف على أبناء يقتر على نفسه لكي أبناء يعيشون في حياة مرفهة لماذا؟ لأن الإنسان يحب ذريته ويحب أبناءه ويحب أن يمتد يكون له امتداد وهذا الشيء جعله الله سبحانه وتعالى في كل إنسان لأن الحياة البشرية تتوقف على هذا الأمر على العموم فإبراهيم عليه الصلاة والسلام من عظم هذه المرتبة مرتبة الإمامة في عينيه وفي فكرة رغب في أن تكون في ذريته هذه الإمامة قال ومن ذريتي الله سبحانه وتعالى ماذا أجابه؟ قال لا ينال عهد الظالمين فالإمامة هي عهد من الله لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا ينال عهدي فالإمامة هي عهد من الله سبحانه وتعالى وعهد الله إليه لا إلى الناس كما أن اختيار الأنبياء بيد الله سبحانه وتعالى اختيار الأئمة أيضا بيد الله لأن هذه الآية تقول أن الإمامة عهد من الله سبحانه وتعالى النبوة باختيار الناس؟ لا يعني لماذا النبوة نزلت على محمد صلى الله عليه وآله ولم تنزل على عروة ابن مسعود الثقفي اللي هو عظيم الطائف أو لم تنزل على أبي جاهل عمر بن هشام لأنه كان عظيم من عظماء مكة أو الوليد ابن هشام المخزومي أخو أبو جاهل حسب بعض الروايات الله عز وجل يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته لأن الله سبحانه وتعالى اصطفى محمدا صلى الله عليه وآله ولم يصطف عروة أو أبو جاهل أو فلان أو فلان فالإمام عهد من الله وليست إلى الناس لأن عهد الله إليه هذا العهد من الله احنا كيف نكتشف أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا العهد في هذا الشخص لا في ذلك الشخص بالنسبة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى جعل دليل صدقهم المعاجز المعجزة أو حسب تعبير القرآن الآية الآية يعني العلامة علامة صدق هذا الرجل المعجزة الله سبحانه وتعالى جعلها دليلا على صدق الأنبياء كيف نعرف أن هذا الرجل إمام من الله سبحانه وتعالى ليش؟ لأن كلام الأنبياء وكلام الظالمين متقارب يعني فرعون شنو كان يقول وموسى ماذا كان يقول فالكلام كلام الظالمين وكلام أئمة الجور يشبه كلام أئمة الحق في ظاهره الفرق في شنو؟ في العمل أئمة الحق كلامهم مطابق لفعلهم أما أئمة الجور كلامهم يخالف عملهم يقال أن الحجاج كان من طيق الحجاج بن يوسف الثقفي عليه لعنة الله كان من طيقا فصيحا حافظا للقرآن فكان يصعد على المنبر ويعظ الناس موعظة فكان يعظ حتى يبكي ويبكي فكان أحد يقول أنه يتكلم على المنبر بكلام الأنبياء وحينما ينزل من المنبر يبطش بطش المتكبرين والظالمين على العموم كيف نعرف أن هذا إمام وليس بإمام هذا من قبل الله سبحانه وتعالى أو ليس من قبل الله سبحانه وتعالى نفس الآية ينبين لا ينال عهدي الظالمين شوف ظالم أو غير ظالم اقرأ سيرته تكتشف أنه ظالم أو ليس بظالم لماذا المخالفون حينما يصل الآمر إلى بيان بعض التاريخ فورا يقول اسكت 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 تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون لماذا يقول هذا الآمر مع أن الآية أصلاً ما لهي ارتباط بهذه القضية الآية تذكر يعقوب إبراهيم إسحاق تذكرهم بخير بعد ذلك تقول أن صلاح هؤلاء الآباء تخاطب بني إسرائيل صلاح هؤلاء الآباء ما يفيدكم لأن عملهم لهم وأنتم عملكم لكم يعني في مقام صلاح الآباء ما له ارتباط بأنه واحد يحقق في التاريخ يشوف فرعون كيف كان موسى كيف كان الصحابة كيف كانوا على كل حال عندما يصل الأمر إلى أنه واحد يفتش في التاريخ يمنعون عن ذلك لماذا حتى الحقائق لا تظهر إذا أنت تشوف هذا الشخص زيان سيرت عندما تقرأها ترى من أول حياته إلى آخر حياته ظالم فكيف تتولى إذا تريد تشوف سيرة معاوية عليه العائن والله من أولها إلى آخرها يوم اللي كان مشرك اشترك في كل الحروب التي أثيرت ضد رسول الله صلى الله عليه وآله لأن معاوية كان في بدر لكن كان في جيش المشركين إلى يوم فتح مكة حينما آمنوا خوفا أو طمعا زيان بعد ذلك بعد وفاة الرسول تقرأ سيرته عندما كان والي الشام يبيع الخمر يشتري الخمر ويفعل ما يفعل وبعد ذلك أيام إمارته قتل أصحاب أمير المؤمنين قتل حجر قتل فلان قتل فلان قتل فلان ثم نصبه يزيدا على الناس يعني ما أرضى بأنه يكون في كل حياة ظالم بل تحمل وزر ظلم يزيد أيضا زيان هالأمور إذا تكتشف أتباع بني أمية لا يرغبون في ذلك لا يريدون هذه الحقائق تكتشف للناس فلذا دائما يقول أنه أسقط عن هذه القضايا ولكن الله سبحانه وتعالى جعل حجته في كل مكان وفي كل زمان ماكو حج لأحد يوم القيامة على الله سبحانه وتعالى لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل قل فلله الحجة البالغة حتى المستضعفين يعني حتى الناس اللي واحد يتصور أنه لا يعرف شيئا ذول حجة الله واصل إليهم لذا الآية الشريفة تقول فأولئك عسى الله أن يعفوا عنهم عسى ليش يقول عسى لأن قصورهم مشوب بتقصير حتى لو هو في منطقة نائية والكتب ما توصله مثلا الفكر ما يوصله وكذا ولكن مع ذلك هو مقصر الله وصل حجة إلى لو كان يعمل عقل كان يكتشف هذه الحجة لكن باعتبار استضعافه عسى الله أن يتوب عليه يمكن لأن قصوره مشوب بتقصير فعلى كل حال الله سبحانه وتعالى اختبر الأنبياء اختبر الأئمة باختبارات صعبة وهذه الاختبار لتظهر حقيقتهم ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله أشد الناس ابتلاء كان في الحديث الشريف ما أوذي نبي مثل ما أوذيت طبعا الأنبياء أوذوا وكثير من الأنبياء قتلوا حتى زكريا على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام نشر بالمنشار لأنه تبعوه لكي يقتلوه فالتجأ إلى شجرة دخل في شجرة بالعجاز فجابوا منشار ونشروا هذه الشجرة ونشروا زكريا في هذه الشجرة ولكن الامتحان الذي ابتلي به رسول الله صلى الله عليه وآله كان أشد أنواع الاختبار حتى تظهر هذه الحقيقة أن رسول الله هو أشرف خلق الله سبحانه وتعالى ولذا الله سبحانه وتعالى اختاره للديانة أو للشريعة الخالدة وبعد الرسول الأئمة عليهم الصلاة والسلام أشد الناس بلاءا كانوا الإمام أمير المومين عليه الصلاة والسلام على سابقته في بادر وأحد وحنين وخيبر وما إلى ذلك وما تحمله في سبيل الله سبحانه وتعالى ترى أنه يلعن على سبعين ألف منبر المشهور يقولون أنه إلى زمان عمر بن عبد العزيز يعني سنة مئة من الهجرة عمر بن عبد العزيز طبعا في الحديث يلعنه أهل السماء ويترضى عليه أهل الأرض هذا الرجل رفع اللعن عن أمير المؤمنين لدهائه كان داهية علم بأن هذا الطريق طريق يسبب زوال ملك بني أمية فلذا عمل بعض الأعمال لتثبيت حكم بني أمية زيان عمر بن عبد العزيز بعد ما مات أو سم أو قتل رجعوا لسبب أمير المؤمنين ولذلك إلى نهاية عهد بني أمية كان يلعن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فقط في فترة حكم عمر بن عبد العزيز ألغي اللعن ما افتهموا اللي بعده كيف يحفظون الملك لذا زال ملكهم بعد عمر بن عبد العزيز بثلاثين سنة تقريبا زال ملك بني أمية يعني خلال هذه الفترة الطويلة سبعين عام يلعن على المنابر مو منبر واحد ومنبر في كل مكان في العالم الإسلامي سبعين ألف منبر ثم يعارضونه في حقه وإلى يومنا هذا النواصب منهم النواصب موجودون صحيح الآن يستعملون النفاق ولا يصرحون بذلك لكنهم نواصب بحقيقة الحال ظل الوهابين منهم وهابين نواصب أسه ما نقول بعض الجمهور منهم بعض العامة الذين لا يفقهون شيئا لكنهم يكرهون أهل البيت عليهم الصلاة والسلام والحزب الأموي يجيب المسجد يصلي بس بالظاهر يصوم بالظاهر يلتزم بلوازم الإسلام ويكتم نفاق نفاقه كيف تعرفه بلحن القول لأن الحديث الشريف يقول أيضا هو لعله تفسير لهذه الآية ما أضمر مرؤ شيئا إلا ظهر في صفحات وجهه وفلتات لسانه الآية تقول ولا تعرف أنه في لحن القول تشوفه يحاول كتمان فضائل أهل البيت يحاول إنكار فضائل أهل البيت تكذيب هذه الفضائل أي حديث مرتبط بهم يحاول تضعيفه يحاول كتمان لا يذكروه إذا هم ما يقدر ينكره يحاول أنه يلوي عنق النص حتى يكتم هذه الفضيلة فكل شيء يرتبط بأهل البيت يبتعدون عنه وكل شيء يرتبط بأعدائهم يقتربون إليه يعني شوفوا زواجات الرسول صلى الله عليه وآله 14 زوجة الرسول مات عن 9 بس اللي تزوجه تزوجه 15 أو 14 كانوا زيان اللي حاربت الإمام علي بن أبي طالب يعتبروها أفضل زوجة وين بقيت زوجات الرسول وكنا أحياء بعد رسول الله صفية وماريا القبطية مثلا وسودة وغيرها وغيرهن لكن اللي حارب أمير المؤمنين يصير الأفضل بالنسبة للصحابة يعتبرون كل الصحابة أهل جنة لكن اللي عاد أمير المؤمنين إلى دور خاص ومنزل خاص وهكذا وهل المجرة في كل شيء اللي يرتبط بأهل البيت يبتعدون عنه والذي مرتبط بأعداء أهل البيت هم يحبونه أكثر زيان هذا ابتلاء يعني أفضل خلق الله بعد الرسول صلى الله عليه وآله هكذا يعامل معه هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وابتلاء للأئمة وابتلاء لأتباع الأئمة لأنه الجنة مو رخيصة الجنة غالية فمهر الجنة هم غالي مو سهل لأنه لو الجنة كانت بسهولة تحصل وكل الناس كانوا يصيرون أهل الجنة لذا في الحديث الشريف حفة الجنة بالمكارح وحفة النار بالشهوات فمهر الجنة غالي إذا واحد يريد يصل للجنة لازم يتحمل صعوبة ولذلك أتباع الأئمة عليهم الصلاة والسلام أيضا دائما في مشاكل بس المهم أن الإنسان لا ينهار أمام هذه المشاكل لذا الصبر مطلوب الصبر شنو هو الصبر معناه أن لا ينهار الإنسان أمام المشاكل هذا معنى الصبر إذا أجت مصيبة لا ينهار أمام المصيبة فيجزع وإذا أمامه أجت شهوات محرمة لا ينهار أمام المعاصي وإذا شاف طاعة صعبة لا ينهار أمام الصعوبة فيترك تلك الطاعة هذا هو الصبر فأتباع الأئمة عليهم الصلاة والسلام إذا أرادوا الجنة وإذا حقيقة هم أتباع ينبغي عليهم أن يصمدوا في هذا الامتحان فالواحد كان يذكر يسأل سؤال يقول لماذا المسلمون والشيعة الخصوص يعيشون في حياة صعبة والكفار في حياة رفاح فالواحد يروح إلى دول أوروبا دول أمريكا مرفهون اقتصاديا سياسيا من مختلف الجهات فقال الجواب واضح لأن الله سبحانه وتعالى ذول الكفار بعد ما يمتحنهم ليش يمتحنهم بعد هو كافر ساقط بالامتحان لا يحتاج إلى امتحان آخر ومن أهل جهنم ساقط في الامتحان خلي تمتع بدنياه قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أما المؤمن هل هذا إيمان الأقلقة لسان؟ أو إيمان حقيقي الله سبحانه وتعالى يريد هذا المؤمن يدخل الجنة يستاهل هذه الجنة وما يستاهلها لازم شوية يكون عنده صعوبات بس المفروضا لا ينهار أمام هذه الصعوبات حتى يكون تابعا حقيقيا للأئمة عليهم الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى أراد أن يعطي مناصب للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام سنعبر مناصب مناصب إلهية تلك المناصب كان تستدعي اختبار صعب وما حدث في كربلاء اختبار صعب كان جدا إن الله سبحانه وتعالى عوض الحسين عن قتله بثلاثة أمور الحديث المعروف جعل الشفاء في تربته واستجابة الدعاء تحت قبته ولا أئمة من ذريته الله سبحانه وتعالى يريد يضطي هذه المناصب للإمام الحسين لكن مقابل اختبار صعب وهذا الاختبار الصعب والإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لسه هذا التعبير تعبير مجازي فأتمهن وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أيضا أتم هذا الاختبار بما يريد الله سبحانه وتعالى وبأحسن طريقة لذا الله سبحانه وتعالى عوضه إحنا ما الله اختبرنا بالحروب يعني يفتنون في كل عام مرة ومرتين إحنا هم فيه امتحان دائم وسلمفروض أنه نجتاس هذا الامتحان واحدا بعد واحد لكي ننال الدرجات العليا التي جعلها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاة هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعاله الطيبين الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات تحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات اثنان عَبْck الزوو ... لطيب قال شكرا